مرحبتين والله يعطيكم ألف عافية بدنا نحكي عن كتاب اسمه Discover Canada رح نشرحه شرح كامل إن شاء الله حاول أعطيك كل المعلومات اللي بنقدر عليها بصيغة سهلة وسلسة لجميع اللي بدي تقدموا للجنسية الكندية وللي بدهم يعرفوا أكثر عن كندا هذا الكتاب مصدر citizenship and immigration وزارة الهجرم وهذا متطلب ضروري للتقدم لامتحان الجنسية الكندية برجع بشرح وبأكد إنه مهم جدا إنك تقرأ هذا الكتاب ما تعتمد بس على هاي الفيديوهات الفيديوهات رح تكون ديتيلز بس برضو قراءتك للكتاب مهمة أي واحد بتقدم لامتحان الجنسية لازم يكون عنده level 4 الأقل في اللغة الإنجليزية وبالتالي أكيد بقدر يقرأ الكتاب رح أبسط المعلومات ورح أعطيكو في النهاية جدول اكسل شيت هاشوفوين كيف أحط الرابط تبعوه إن شاء الله عشان تقدروا تشوفوا المعلومات ملخصة بهذا البرنامج تقدروا تشوفوا التواريخ كل يكون بري كلير تابعونا على قناتي وإن شاء الله يجبكو هذا الفيديو خلينا نبدأ نالكو بحلقة جديدة من ديسكوفر كندا اليوم رح نحكي عن شيء مهم هو وي ار من نحن ككنديين طبعا الحكومة الكندية طبعا ها صفحة عشر الحكومة الكندية بهمها عدة أشياء تقوم فيها اللي هو لازم تعرف إنه البيس الأوردر الـ هذور الشغلات المهمة بالنسبة للحكومة الكندية الحكومة في كندا هي عبارة عن constitutional monarchy لازم تفهم هاي الكلمة اللي هي ملكية دستورية فالملكة هي الحاكمة الرسمية لكندا constitutional monarchy ولكن فيها قانون الرئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي زي ما حكينا انه الـ peace والـ good governor هذي من الشغلات الاساسية رح نحكي عنها مستقبلا لما نحكي كيف الحكومة بتمشي الآن بدنا نحكي مين هم السكان أو من هم مؤسسين كندا هم من قسموا إلى ثلاث أقسام أساسيين أنا متأكد أنهم أكثر من ذلك لأننا الإميغرنت مثلا جزء من هذا لكن هؤلاء الـ founding peoples أول واحد أبورجنال هم السكان الأصليين أثنين هم الفرنش وثلاث هم البريتش أبورجنال فرنش رح نتطلع عليهم جميعا الآن واحد واحد خلينا نشوف مين هم الأبورجنال الأبورجنال معظمهم يجوا من أسيا ألاف السنين من ألاف السنين وعاشوا على هذه الأرض ومعظم هم عايشين هون على الزراعة أو عاشوا على الزراعة الصيد الأسماك وهم يؤسسوا جزء مهم في الـ 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 الكندي طبعا هون هناك نقطة مهمة في التاريخ الكندي وكلنا نجب ننتبه عليها طبعا لأنه فيه كان من الملك جورج الثالث في 1763 شغلة اسمها تريتيز هاي هي عبارة عن تفاقيات سووها مع السكان الأصليين وضلت ماشي الآن 1800 في التمانينات لـ 1980 يعني بتخكي عن حوالي 180 سنة للأسف للأسف صار شيء سيء في كندا اللي هي الـ المدارس الداخلية صاروا ياخدوا أبناء الـ ويحطوهم فيها المدارس الداخلية كان هدفها أنه تعلمهم أبناءهم كيف يصيروا كنديين والثقافة الكندية واللغة الفرنسية أو الإنجليزية بس كمان كانوا يمنعوهم من دراسة اللغاتهم و كالتشار تبعهم فكان في أربع شغلات أول شيء كانوا يعلموهم اللغة أو الثقافة الكندية اثنين هذه الـ كانت يعني ما كان فيه مصاري الدفع يعني كانت سيئة جداً بعدين كان عندهم ويضربوهم للأسف سووا شغلات سيئة والشيء الرابع كانوا يمنعوهم أنه يدرسوا و يتعلموا ثقافتهم و لغتهم في 2008 هاي برضو تاريخ مهم أوتواء أو الحكومة الفدرالية اعتذرت اعتذار رسمي من هدول الطلاب الآن الـ سكان الأصليين في كندا بنقسمه لثلاث فئات أساسية أول واحد الـ اللي هم في 1970 تغير اسمهم أو في السبعينات نحكي إلى هلأ معظم الناس بيحكوا فيرست نيشن مش إنديان في أمريكا لسه بيحكوا إنديان بسوان لسه فيرست نيشن وهم بعايشين في ستمائة كميونيتيز أو ستمائة تجمع خمسين بنمية من هاي التجمعات موجودة خارج في ريزيرف اللي هي أماكن بس بعيش فيها الإنديانز وخمسين بالمية عايشين في أماكن حضر أو مدن الآن الجزء الثاني أو القسم الآخر من الأبورجينال اللي هم الإنويت الإنويت اللي هم بالكلمة أو باللغة الأصلية بسموهم The People الشعب هاي لغتهم الإنكتويت اللي هي لغات الشمال ودول المعظم هم بعيشوا في الشمال في الاركيتكت في القطب المتشمج الشمالي في كندا وبعيشوا على صيد الأسماك وصيد الحيورات البحرية الموجودة في الشمال القسم الثالث اللي هم المتيس اللي هم عبارة عن ميكس اللي هم أبورجينال بيبل أو فرست نيشن أو إنويت وتزوجوا من يوريبيان اللي هم من فرنش أو كنيديان الأبناءهم صار اسمهم متيس معظمهم بعيشوا في البريريز اللي هي ساسكاشون من منيتوبا وألبيرتا وبيحكوا لغات أصلية مثل المتشف وبيحكوا إنجليزي وفرنسي الآن 65% من الأبورجينال بيبل أو 65% من الأبورجينال بيبل هم أولاً فهذا النسب مهم 65% فرست نيشن 30% متيس و 4% إنويت 4 إلى 5% تقريباً هذه النسب الآن زي ما انتم شايفين فوق هم بيحكي أحد الـ 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 والآن الحكومة دائماً بتحاول إنها تجد طرق إنه نقدر نتعايش مع بعض مع السكان الأصليين لأنه للأسف الـ أو اللي يجوا سووا أشياء سيئة للـ من الـ فرست نيشن وهي الشغلات وهي الشغلات اللي هو معناه أنه إذا في قضية مثلاً والقاضي بده ناس يساعدوه في اتخاذ الرأي فانهم ببعتوا لكنديين هذو الكنديين إجبار عليهم لازم يروشوا على دار القضاء ويستمعوا للمحادثات ويأخذوا رأي ويساعدوا القاضي في اتخاذ الرأي 18 مليون منهم أنغلافون كلمة أنغلافون معناها الانتخاب لازم وهذا يعني يفضل من كل كندا وواجب عليك أن تتوحك استخب هندك وهو ممكن تتخذ بالأخيرات فدرالية لكل كندا انتخابات المفاطعة وانتخابات البلديات ويأخذوا دول كلمتين مهمات بعدين هذا جزء من العدد يتغير واجب عليك أن تطوع في كتير الناس يحبوا هذا الأشي لكن هذا محبود في الدم الكندي لديناس كتير عم يساعدون فرنكتوفون هم يحكوا اللغة الفرنسية ومعظم الفرنكتوفون عايشين في مقاطعات كبيرة اخر شيء الحفاظ على الثقافة وفي حوالي مليون فرنكتوفون عايشين في انتاريو والحضار الكندي قليل جدا اللي عايشين في المقاطعات الأخرى وهنا نحكي عن الجيش أو الدفاع اللي هو الدفاع اللي هو الدفاع اللي هو الدفاع اللي هو المقاطعات غير الزابع في كندا ولكن ممكن تشتغل من الجيش تجد تلك المقاطعة كل المقاطعات محفظة نتخل Тعبق تهاينا الآن الان شاء الله تشاهد فرنسي ومقاطعات نيو برونسويك اللغة الرسمية فيها اللغتين الفرنسي والانجليزي هذا بالنسبة للمقاطعات بالنسبة لحكومة الفيدرالية اللغتين الفرنسي والانجليزي هم اللغتين الأساسيات الآن من الجزء من الفرنش اسمهم أكيديان الأكيديان هم عبارة عن فرنش يجوا على كندا ولكن سكنوا في المقاطعات البحرية الجنب على المحيط الأطلسي اللي هم هاليفاكس ونيو برونزويك معظمهم سكنوا غاد في الماريتاين بروفنسز في 1604 بدأوا الحضور في 1755 ل 1763 صار حرب فضيعة بين البريتش والفرنش وسببت انه معظم السكار الأكيديان اللي هم الأصلهم فرنش يترحلوا عن بيوتهم وهذه سموها Great Upheaval هاي الكلمة مهمة وممكن تسألوك شو معناها وهذه السكار الأكيديان وهذه السكار الأكيديان كانت تسألوك شو معناها من المحيطة حسنا الآن نحكي عن السكار الأكيديان أو السكار الأكيديان طبعاً السكار الأكيديان السكار الأكيديان هم أهل كيبيك ومعظمهم السكار الأكيديان يتحدثون فرنسي بس في جزء منهم زي ما انتو شايفين هون في جزء منهم بحكي إنجليزي الفرنسيين دي أولي يجوا حوالي 8500 فرنسي يجوا في الألف وستميات و ألف وسبعميات وكانوا بحاولوا أنهم يحافظوا على ثقافتهم عشان هيكد حاولوا يحتحافظوا على هذا في 2006 هذا تاريخ مهم البرلمان الكندي اعترف بالكيبيكواز بأنهم شعب داخل الشعب الكندي داخل الشعب الكندي المتحد في حوالي مليون كيبيكي بيحكوا انجليزي يعني مش كل الكيبيكواز بيحكوا فرنسي في مليون كيبيكي بيحكوا انجليزي وطبعا الثقافة الكيبيكية معروفة وعندهم تاريخ رائع من الثقافة والحضارة الآن بدنا نحكي عن هلين نشوفون المهاجرين طبعا معظم المهاجرين الأساسيين اللي يجوا على كندا يجوا معظمهم من البريتش يعني من الإنجليش والسكوتش والعيريش والويلش وهدول يجوا في الألف وستمينيات إلى القرن العشرين طبعا يجوا ناس كتير برضو من غير هاي المناطق اللي هم الاميغرانس بسموهم راح نحكي عنهم الآن الآن دايفرستي في كندا زي ما بنحكي هذا الجزء مهم جدا انه كتير يجى خلال المتين سنة الماضية على كندا كتير ناس يجوا من دول أو بيحكوا لغات تانية إيطاليا جيرمان تشينيز يوكرينيان بوريجنال دوتش ساوث ايجين عرب يجوا بس معظم الإميغرانس يجوا من آسيا معظمهم آسيويين الآن اللغتين الأساسيات حكينا احنا فرنسي وإنجليزي بس اللغة الثالثة المحكية في كندا اللي هي التشينيز لانجوج اللي هي ثالث لغة بعد الفرنسي والإنجليزي طبعا هذا حسب الكتاب أعتقد الآن في شوية تغييرات صارت فانكوفر لحالها في 13% منهم صينيين بحكوا صيني فانكوفر معروفة إنها فيها عدد صينيين كثير وفي تورونتو برضو في عدد كبير في 7% صينيين الآن اللغة أو الديانة الأكثر شيوعا اللي هي الديانة المسيحية وأكثر شيء الكاثوليك بعدين تيجي البروتستاند وطبعا في عدد لا بأس بهم المسلمين واليهود والهندوس والسيخ وديانات أخرى وفي ناس كتير أيضا ليس لهم أي ديانات ونحكي عن حقوق المثليين محفوظة بالقانون وبحترمها القانون وبحترم حتى في عندهم الزواج 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 الآن في هون شخص اللي هو الأولمبيان ماراتون تامر بالي أوف نوفا سكوشيا هي من نوفا سكوشيا بلاك ليوليست هربت من الولايات المتحدة ويجد في الألف سبعم عجبتكم القناة سبسكرايب لايك كومنت وشير